السلام عليكم يعطيكم العافية معاكم الأستاذ خليل أبو كوش اليوم درسنا راح يكون دوائل قصية لطلاب الأربع وحدات وتحديدا النموج الثاني اللي بتقدموه في صف الثاني عشر طبعا راح نرجع شوي على الكوانين ونحل أسئلة أكثر الدرسين راح يكون نحل أسئلة بقروت راح نحكي عن دالة الدوائل الأسئلة بشكل عام ولخصهم طيب هذول عندكم قوانين أساسية ماشي اللي في دالة اللوك قبل لا أجعل دولة أسئلة لذكركم في أشياء مهمة جدا كيف نتجت عندي الدالة الأسئلة في عندي مصطلحات مهمة جدا هنا الأساس هنا الأس أس وهنا ناتج انتبهوا الأساس دائما لازم يكون أكبر من سفر ولا يساوي واحد طبعا إذا باخذ أي أساس موجب وبرفعه للأس حتى لو كان سالب في الناتج دي يطلع دائما أكبر من سفر الآن كيف انا بدي انتقل للوك هاي كلكو تعلمتوها هاي بتصير لوك الأساس ايه هنا منكتب الناتج وهان بعطيني ايش يساوي الأس هكي انا بنتقل بين الثنتين هت تعريف دالة اللوك ماشي عندي أساس أس ناتج وهكي انا بنتقل بين الثنتين طيب الآن راح اذكر في قم قانون مهم جدا أول قانون إذا كان عندي لوك في الأساس بي والناتج سي ماشي بقدر اكتبهم لوك في الأساس ايه والناتج سي لوك في الأساس ايه والناتج بي طيب اعطيكم مثال مثلا لو كان عندي لوك في الأساس اثنين والناتج ثمانية ماشي على فكرة هاي انا بقدر احسبها بدون قلي حاسبة يعني بدي اسأل نفسي اثنين للقوة قديش بطني ثمانية اللوه ثلاثة بقدر اعرفش القص لكن لو بدي احسبها على قلي الحاسبة ما بقدر اكتب في القلي الحاسبة القديمة في قلي حاسبة جديدة اليوم نقدر ماشي ما بقدر اكتب الأساس اثنين فانا بقدر استعمل قانون هذا واكتبهن كلهن فاي اساس اللي قال الحاسبة اي اساس بتعرف العشرة ماشي اذا عشرة ما بنكتب تحت لوك الثمانية على لوك الاثنين رح يعطينا الجواب فهذا قانون مهم جدا رح نشوف كيف رح نستعمل قدام انتفهم اذا كان عندي ايه للقوة لوك في الاساس ايه الناتج بي بيعطينا يساوي بي ماشي واذا كان عندي لوك في الاساس ايه والناتج ايه للقوة بي هذا يساوي بيه برهانة بسيط جدا تقدر تكتب بيه درب لوك للاساس ايه في ايه بيطلع بيه حسب القانون هان لوك في الاساس ايه للقوة بي درب تي تي درب لوك في الاساس ايه بي انتبهوا هذل مش موضوع الان بس لالتذكير اليوم موضوعنا حل اسئلة بقروت بس رح اذكركم في القوانين هذل لوك في الدروس السابقة برهانا القوانين وحكينا عنه طبعا في عندي لوك اذا كان عندي لوك في الاساس ايه وعندي قسم بي على سيه بتصير لوك في الاساس ايه بي ناقص لوك في الاساس ايه سيه نفس الشيه اذا كان درب بتتحول لجمع سهل جدا طبعا الا والبي والسيه دايما اكبر من سفر والا والبي لا يساوي واحد هاي مهم جدا تعالنا اتذكر المشتقات الان ماشي ني مشتكامل ني مشتقة هاي اجت بالغلط ماشي موضوعنا اليوم تفاضل دواء الاساسيه ماشي الان اذا كان عندي اف لالاكس يساوي ام درب ايه للقوة جي لالاكس كيف انا بدي اشتقها انتبه راح ناخذ حالتين انتبه الحال الاولى اذا كان ايه كل عدد معده واحد ماشي مشتقتها راح تكون بسيطة جدا ام درب لن الاساس اللي هو لن الايه درب جي تاق لالاكس درب ايه للقوة جي لالاكس كمان مرة بسيطة جدا هذا العدد اتعلمنا اذا كان عندي عدد درب دالة بدنا نشتقها ماشي هذا قانون اساسي ما بشتق العدد ماشي نفس الشي الام بتظله حتى لو ما كانت بدون ام ماشي ما في مشكلة حتى لو كان الام واحد ما بشتق ماشي كيف انا بشتقها اول شي بكتب لن الاساس لن الايه درب مشتقت القس درب الدالة لنفسها اللي هي ايه للقوة جي لالكس لان فيه ان حالة خاصة لما الاساس يكون ايه وال ايه هو عدد مش متغير ولا برامتر اللي هو عدد اثنين فاصل سبعة واحد ثمانية ما بدي فوت من هنا جاء ال ايه ماشي مهم تتذكر انه ال ايه هو عدد وهو حالة خاصة طب كيف نشتقه الان سهل جدا انتبه هنا ناخذ الى القوة جي لالكس بشكل عام ماشي تعال نشوف اول شي رح يكون عنا ايش انتبه تعال نشوف ايش رح يكون عنا اول شي حسب الكونون هذا اني ما حطيت ام مش موم لو حطينا ام هنا كمان بزير رح سنعنا ام درب ماشي ايش عنا الاساس ايه صح ايش ديصير عنا لن ال ايه درب جي تاق لالكس درب اي للقوة جي لالكس انتبهوا الان لن ال ايه واحد ماشي انا اخذنا حالة خاصة احنا ماشي انا بدي بشكل عام فبشكل عام مشتقه ال ايه للقوة جي لالكس رح تكون جي تاق لالكس درب ايه للقوة جي لالكس طبعا اذا كانت مضروبة في العدد من مضروبة ماشي هاي حالة خاصة ماشي لكن اللي بدي استعمل بس القانون هذا بقدر ماشي ماشي فعندي اذا كان ال ايه اذا كان ال ايه الاساس ايه بكون عندي لان ال ايه واحد فهذه بتصير كلها واحد ماشي هاي حالة خاصة مهم جدا تتذكروا طيب هاي مشتقه اذا كان عندي كاميرا احنا هكينا في البداية انه عندي دلتين يا اما دلو اسيه بالشكل هذا يا اما مكتوبه في اللق ماشي واخذنا مشتقه الثنتين اني الان نجعل اللق ماشي كمان اللق في عندي حالة خاصة انتبه لما يكون الاساس ايه ما منسميها لق منسميها لن جي للا ال اكس لازم نتذكر كل الاشياء هذا اللق بشكل عام كيف بشتق دلت اللق في البسط بكتب مشتقه الناتج سهل جدا جي تاق للا ال اكس هاي مشتقه الناتج على لن الاساس لن ال ايه درب جي للا ال اكس بسيطه جدا جي تاق للا ال اكس مشتقه الناتج على الناتج نفسه هذا مسميه ناتج درب لن الاساس الان اذا بكون عندي دلت لن وكلكم الذكرين انه دلت اللن هي اساسها ايه او بقدر اكتبها لق في الاساس ايه واللن هي حالة خاصة من اللق زي دلت ال اي هي حالة خاصة من ايه للقوة جي للا ال اكس فعمليا ايش رح يصير عندنا جي تاق للا ال اكس على محل لن ايلان لن ال اي ولن ال اي هي واحد ضرب جي للا ال اكس فمشتقه لن جي للا ال اكس سهل جدا اسهل من لما يكون اللق في اساس غير ال ايه سهل جدا بكتب جي تاق للا ال اكس على جي للا ال اكس مشتقه الناتج عن الناتج بسيطه جدا هذا كان تذكير تعال نشوف ايش كما لازم نتذكر مجال التعريف انتبه اذا كان عندي دالة في الشكل هذا ام درب ايه للقوة جي للا ال اكس حتى لو كان الا اي هان لكل الاعداد فمجال التعريف اكس ينتمي لكل العداد الحقيه من الريل ار ماشي الان حكينا واي يساوي لوك في الاساس ايه طبعا الاي لا يساوي واحد هنا حكينا نفس الشي غاد ماشي واكبر من سفر ايش مجال التعريف راح يكون جي للا ال اكس موجب اكبر من سفر ليش شرحنا هاي حكينا اذا كان عندي ايه للقوة بي ساوي اكس هاي بقدر اكتبها تلكم يذكرين لوك في الاساس ايه هنا الناتج اكس يساوي حكينا الناتج دايما موجب مستحيل اذا خدتوا ايه موجب وخدتوا لاي قوة حتى لو سالب فالناتج دايما راح يطلع موجب فاذا اذا كانت دالة قصية من الشكل ايه للقوة جي للا ال اكس هاي مجال تعريفها سهل جدا لكل العداد لكن اذا كانت لوك في الاساس ايه والناتج جي للا ال اكس فجي للا ال اكس لازم يكون اكبر من سفر يعني موجب انتبهوا حتى لو كانت ويساوي لوك في الاساس ايه جي للا ال اكس هاي نفسه واللي هي نفسه ايدالة هاي لن الجي للا ال اكس كمان دالة اللن بناخد الناتج اكبر من سفر تعال نشوف اسيلة مع بعض اسيلة بقروت ونحلهن حل كامل تعال نشوف السؤال اللي عندنا معطاها الدالة اف للا ال اكس طبعا انا السؤال بقروت سيف الفين واربعة عشر لق في الاساس اثنين هذا الاساس ايش الناتج عندنا الناتج عندنا اكس تربيع زاد اربعة اكس زاد خمسة كل هذا ناقص اثنين لق في الاساس اربعة والناتج عشرة تعال نشوف مجال تعريف الدالة ماشي جده مجال تعريف الدالة طبعا كلكم الذكرين انه في دالة اللق ماشي ولما احكي عن دالة لق في الاساس اي عدد كمان تشمل اللن لانه اللن هي دالة لق في الاساس ايه لازم الناتج يكون اكبر من سفر يعني الاكس تربيع زاد اربعة اكس زاد خمسة كل هاي لازم تكون اكبر من سفر ماشي كلكم تعلمتوا كيف انحل متباينة تربعية ماشي في طرقتين راح نيجي على الطريقة الاولى انتبه الطريقة الاولى انه لما بدك تجي تحلها بتعرف انه هاي الدالة ملا نقطقاته لانه الدلتة اصغر من سفر يعني اذا بدك تحسب الدلتة تحت الجذر بي تربية ناقص اربعة درب اي درب سي راح يطلع النا 16 ناقص عشرين وهي سال بناقص اربعة لذلك الدالة التربية هاي ما بتقطع محور اكس والاي يساوي واحد اكبر من سفر هاي الدالة دايما راح تكون فوق محور اكس دايما موجبة هاي طريقة وهي كنا عرفت انه الدالة معرفة لكل اكس مرات الطلاب وجدوا ما في نقاطقاته للدالة التربية ما محور اكس خلاص بيستنتجوا مجال التعريف بيكتب لا يوجد انتبه هني لازم نكتب جواب ايش يعني ما في نقاط تقاطع للدالة التربية مع محور اكس يعني الدالة مرسومة كلها فوق محور اكس يا كلها تحت محور اكس اذا كانت الا موجبة هي موجبة لفوق واذا هي ما بتقطع محور اكس مجبورة كلها تكون فوق لو كان الايش سالب مجبورة كلها تكون تحت محور اكس فعمليا انه يخذوا اي عدد وعوضوه في هان رح يطلع موجب هاي الطريقة شعنشوف الطريقة الثانية الطريقة الثانية تقريبا نفس الشرح ماشي للمعادلة هاي لا يوجد حل ودلت اصغر من السفر وكذلك الايه اكبر من السفر فالرسم البياني للقطع المكافئ موجب لكل اكس عفكرة ممكن طالب يستعمل طريقة سهلة كمان انتبهوا بما انه الدالي لا تقطع محور اكس بدون لا تطلع على الايه حتى لو كانت تكعبية كمان ماشي طريقة النحاشة او التعبان في احد الدروس شرحته ماشي بما انه الدالي لا تقطع محور اكس فهي كلها يا كلها موجب يا كلها سالب انتبهوا اذا الدالي بدأت انتقل من موجب الى سالب لازم تمر في محور اكس تحصل على سفر فاذا هي ما بتحصل على سفر يا كلها موجب يا كلها سالب فمكفي عوض اي عدد بالدية لو عوضت سفر عوضوا سفر راح يطلع عندي سفر التربية زاد اربع درب سفر زاد خمس راح يطلع موجب حتى اي عدد بالدية فدائما راح تطلع فوق محور اكس لذلك الدالة معرفة لكل اكس انتبهوا انا ما بحك عن هاي الدالة هاي موجبه بس انا استنتجت مجال تعرف لمن لها اي الدالة مفهم طيب اذا مجال تعرف ايجاد نقطة تقاطع الرسم البياني للدالة فلالكس مع المحور واي طبعا قالوا لي لا تستعمل الآلة حاسبة معاشي والهدف ان استعمل القوانين طبعا مع محور واي كلكم بتعرفوا انها مش مهم ايش رسمة الدالة وين الدالة ما بتقطع محور واي في عندي سفر واي فانا لازم عوض محل الاكس سفر طبعا عوضنا سفر ماشي فصار عندي لق في الاساس اثنين وهني لق في الاساس خمس ماشي ناقص اثنين لق في الاساس اربعة للعشرة انتبه شوي الان بيجي دور قوانين اللغرتمات عشان نقدر انحل السؤال اتأمل انكم تفهموا هذا الشي الان انتبه انتقل الى الاساس اثنين ليش انتقلت الاساس اثنين لانه هاي اساس اثنين انا بدي اصوها هاي اساس اثنين فعمليا اذا منيجي على هاي اثنين بقدر اكتبها لق في الاساس اثنين سوى التعجن للعشرة وكمان من هنا لق في الاساس اثنين للاربع اخذنا قانون قبل شوي ماشي بقدر اكتب كل واحد الناتج في نفس الاساس والاس في نفس الاساس ماشي الان هاي معروفه قديش بس النفسي اثنين للقوه ايش بعطيني اربع ليه اثنين عملية الاثنين مع اثنين راحت ماشي مهم جدا نحفظ القوانين على فكرة في البقروت انا بستعملها ممكن استخدم الالة الحاسبة وفحص جوابي ماشي لانه مسموح الالة الحاسبة ظل عندي لق في الاساس اثنين للعشرة ولق في الاساس اثنين للخمسة الان اثنين للقوه ايش بعطيني عشرة انا ما بعرف ولا اثنين للقوه ايش بعطيني الخمسة تعالنا نتذكر مع بعض قانون مهم جدا اذا كان عندي لق في الاساس مش مهم وبي على سي هاي بقدر اكتبها لق في الاساس اي بي ناقص لق في الاساس اي سي انا ممكن انتقل من اليمين لليسار او من اليسار لليمين انتبهوا عمليا انتبهوا من سي على بي بي على سي يعني الخمسة على العشرة خمسة على عشرة هي قديش نص اثنين للقوه ايش بعطيني نص كلكوا حفظينها ناقص واحد بدون اقلي حاسبة فعمليا ظلت عندي سفر وناقص واحد اذا نقطة تقاطع الرسم البياني للدالة مع محور روايها سفر وناقص واحد انا ذكرتكم في كل القوانين ومهم جدا نكون عارفين القوانين مكتوبات في فرقة البقروت مرات ممكن يقولولي برهن مش احسب فمجبور اكون عارف القوانين تعال نكمل ايجاد نقطة تقاطع الرسم البياني للدالة مع محور اكس وين الدالة ما بتقطع محور اكس نرسم رسمة توضحية راح يكون اكس وسفر عمليا سويتها لسفر انتبه لما سوناها لسفر صار عندي لق في الاساس اثنين اكس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة ناقص لق في الاساس اثنين للعشرة يساوي اكس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة يساوي لق في الاساس اثنين عشرة انتبهوا اذا الاساسات متساوية في اللق عشان يتساوي لازم يتساوي الناتج ماشي فمهم جدا يعني لازم الاكس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة يساوي عشرة هاي اذا كان عندي اساسات متساوية وعندي اف لالاكس يساوي لق في الاساس ايه جي لالاكس هاي الاساسات متساوية طبعا اذا الاساسات مش متساوية ما بقدر اقول انه الاف لالاكس يساوي جي لالاكس فعمليا انا مكفي اساوي الاساس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة يساوي عشرة وبعد الحل معادلة تربعية مش راح لها الان راح يطلع ان كل اكس يساوي واحد و اكس يساوي ناقص خمسة لازم نفحص هل ان موجودات في مجال التعريف نعم ليش لانه الدالة المعرفة لكل اكس ونكتب واحد و سفر و ناقص خمسة و سفر طيب الان بدنا نكمل نجد نقاط القصوى و نجد المجال التصادي و التنازل لكن الوقت ادركنا شوية راح نخرج استراحة قصيرة لمدة عشر دقائق لا تروحوا لبعيد تقدر تكمل السوعة نشوف بعدين نقارن الحلول ان شاء الله يعطيكم العافية لا تروحوا لبعيد راجعين ان شاء الله شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم اشتركوا في القناة سوف نكمل السؤال وصلنا لقسم جيم طبعا لازم نشترك الدالة طبعا الدالة مكتوبة من حدين حد اول وحد ثاني طبعا مشتكت الحد الثاني سفر معروف ليش لانه عدد الان مشتكت دالة اللغة تعلمناها دايما فوق نكتب مشتقة الناتج على الناتج نفسي درب لن الاساس فعمليا عندي كالتالي مشتقة الناتج هي 2x زاد 4 على فكرة قدر تكتبها زي كده 2x زاد 4 نفسي العملية على لن الاساس اللي هو طبعا نفس الحاجة اذا خدت الواحد على لن الاثنين انا حطيت واحد نفس الشي فعمليا مشتقة الناتج سهلة جدا انتبهوا لو كان لن بيكون عندي لن ال اي بيكون عندي جي تاق للأكس لجي للأكس رح ناخذ اسئلة لن و اي و اي بكل الحالات ان شاء الله عشان نلخص كل الدوال الصية او اللوغراطمية لطلاب الاربع وحدات تحديد النموذج اربعة ثمانية اثنين الان بدنا نسويها لسفر طبعا الاساس عندي المقام دايما موجب بيظال عندي اثنين اكس زاد اربعة يساوي سفر اكس يساوي نقص اثنين هنشرح لشي دايما موجب هذا دايما موجب واللان اثنين هي دايما موجبة فاذا اللي بيحدد هو البسط كمان مرة اللي بيحدد هو البسط يعني مكفي عوض بس في البسط هذا دايما موجب تعال نشوف جدول انتبه طبعا نقولنا البسط عندنا اثنين اكس زاد اربعة على المقام اللي هو دايما موجب ناخد ناقص اثنين ما في عندي خطوط تقارب عمودية لانه الدال المعرفة لكل اكس اذا الدال المعرفة لكل اكس ما في خطوط تقارب عمودية قبل ناقص اثنين ممكن اخذ ناقص ثلاث وبعدها ممكن اخذ سفر طبعا اذا منعوض ناقص ثلاث في المشتبقة ها انت هنعوض اثنين درب ناقص ثلاث ناقص اربعة رح يطلع سالب اذا المشتبقة سالب الدالة التنازلية اذا عوضنا سفر رح يطلع موجب اثنين درب سفر رح يطلع زاد اربعة اللي هم موجب انا بهمني اذا موجب ولا سالب فقط اذا موجب يعني تصاعدي اذا تنازل يتصاعدي هاي نقطة مينوم او نقطة نهاية صغرى نقطة نهاية الصغرى لدالة افلال اكس هي ناقص اثنين والواي ناقص لوج في الاساس اثنين عشرة طبعا تقدر تحسبوها في الدار حتى بدون الاحاسب ايه لوج اثنين خمسة حكينا هان ناقص اثنين لوج الاربعة عشرة وبقدر اكتبهن الفكرة لو حسبت في البقروت على الالة حسبو كتبت فواصل برضو صح هي بقدر اكتبها الناقص اثنين لوج الاساس اثنين عشرة على الوج الاساس اثنين اربعة هاي اثنين اثنين مع اثنين بتروح وانتوا عارفين التكملة ماشي فبسيطة جدا اللي هي بتصير ناقص او لوج الاثنين نص طبعا النص بقدر اخليها زي كده مش مش غلط ماشي خمسة على عشرة اللي هي قدش عندنا خمسة على عشرة اه هني احنا عوضنا احنا وجدنا نقطة تقاطع احنا عوض ناقص اثنين فانا حسبتلكو اياها هاي كمان مرة مش مهم لكن اذا عوضتوا ناقص اثنين رح يطلع عندي لوج رح خليلكو اياها بس بدي اعوضها اذا عوضنا ناقص اثنين رح يطلع لنا اربعة ناقص ثمانية زائد خمسة ناقص اثنين لوج الاساس اربعة عشرة عمليا رح يصير عندنا لوج الاثنين هان رح يطلع عندنا قديش واحد ناقص نفس الفكرة ماشي بتقدر تكملوها في الدار رح يطلع معكو الجواب هذا ماشي انا هان عوضت اه سفر انا ما بدي عوض سفر بدي الواي تبعا ناقص اثنين ماشي السفر وجدناها قبل ماشي طيب اتعا نكمل اذا وجدنا نقطة نهاية الصغرى للدالة افنال اكس تعا نشوف الرسم البياني طب الرسم البياني لازم يكون دقيق اول شي في عندي نقطة النهاية الصغرى اللي هي سالبة مينموم ماشي قبل المينموم الدالة كانت تنازلية وبعدين تصاعدية طبعا بتقطع في نقطتين محور اكس ونقطة في محور واي ماشي مش رح اتطرق لهم واحد و سفر و ناقص خمسة و سفر هيك خلصنا السؤال بقرود سيف الفين و اربعطاش بسيط جدا ماشي فاذا كان في البقرود سؤال دالة لوق سهل جدا ماشي عادة اثرة اللوق ما بيجبوهن بسط على مقام بيجبوهن السؤال اللي هو سهل جدا فالسؤال اللوق اسهل شي بيكون في البقرود طيب تعشوف دالة اللي هي مكونة من ايه معطاة دالة افلى الاكس يساوي اكس تربيع ناقص اثنين على ايه للقوة اثنين اكس قلولي جد مجال تعريف الدالة تعال نحل القسم قسم بعدين نكمل الباقيات انتبهوا اذا منلاحظ انا الايه نفسه ما في عندي مشكلة حكينا الايه للقوة اي شي بقدر عوض اللي بدي اياه لكن انا عندي مشكلة من من النموذج الاول احنا تعلمنا في النموذج الاول مشكلتين انه المقام ممنوع يكون سفر وتحت الجذر لازم يكون موجب او يساوي سفر هاي الاثنين اكس انا مفي عندي مشكلة بقدر عوض اي عدد بدي لان المقام منوع يكون سفر يعني اي للقوة اثنين اكس لا يساوي السفر اذا منشوف انه ايه ل القوة اثنين اكس دايما موجب للذلك الدالة example الائش معرفة لكل اكس مستحيل يكون سفر الا Eisen اكس مستحيل يكون سفر ايه ل القوة اثنين اكس مستحيل يكون سفر و دايما موجب كمان لا اي mitochondria فانا اي اي عدد بيعطينا موجه اذا الدالة معرفة لكل اكس مهم جدا نفهم الفكرة هذه تعالي نشوف با بدنا نقاط القصوى فانا بدي اشتق الدالة طبعا كيف انا بدي اشتقها بدي اشتقها حسب قانون مشتقط بسط على مقام بذكركم اياها اذا كان عندي اف الاكس على جيل الاكس مشتقطها الاولى درب الثانية ناقص مشتقط الثانية درب افلى الاكس على جيل الاكس هو على فكرة وممكن استعمل في قانون الدرب ممكن اكتب الى القوة اثنين اكس الى القوة ناقص اثنين اكس اللي بريحكم ماشي ايه طيب انا احنا كتبنا المشتقة مختصرة بس تعال نكتبها ايش عنا الافلى الاكس اكس تربية ناقص اثنين ايش مشتقطها اثنين اكس صح ضرب الجيل الاكس اللي هي ايه القوة اثنين اكس ناقص مشتقط الجيل الاكس اتعلنا مشتقط ايه القوة اي شيء ايه القوة ايه شيء بذكركم اياها اذا كان عندي ايه القوة ايش نسمي اتش لالكس مش مهم دايما بشتق مشتقتها بتكون مشتقت الاساس درب الدالة نفسها مشتقت القس عفوا درب الدالة نفسها الهي ايه القوة اتش لالكس فعمليا ايه القوة اثنين اكس مشتقتها بسيطة جدا مشتقت القس اللي هي اثنين دربة الى القوة اثنين اكس صحيح درب اكس تربيع ناقص اثنين كل هذا على الى القوة اثنين اكس تربيع طيب الآن الطالب لازم يفكر ماشي قبل لا يكمل انا بقدر اطلع هني الى القوة اثنين اكس عامل مشترك وكمان الاثنين ماشي عشان بسطها عن فكرة اللي ما ودي بسطها بقدر كمان بس لازم نبسطها عشان نشتغل على شي سهل جدا ماشي دايما في الدولة الاسيه في كل دال دايما وين ما في عندي يخراج عامل مشترك لازم اطلع مهم جدا فانا لازم اطلع اثنين عامل مشترك و الى القوة اثنين اكس هانش بيظل عنا بيظل عنا اكس هانش بيظل عنا ناقص بين جسين اكس تربيع ناقص اثنين على الى القوة اثنين اكس تربيع طبعا واحد منهم بتروح ماشي مع التربيع لانه الى القوة اثنين اكس درب الى القوة اثنين اكس ايش اعتقد شفتوا الاجابه راح يصير عنا اثنين ضرب اكس ناقص اكس تربيع زاد اثنين ودائما احنا في ريضيات لازم نكون مرتبين الدولة التربعية دايما نبديها من القوة الكبرى للقوة الاصغر ما اشي فيها ناقص اكس تربيع زاد اكس زاد اثنين وهي هي المشتقة طبعا بعد ما اشتقيت لازم نشاول مشتقة لسفر طبعا المقام دايما موجب ما في مشكله لما نسويها لسفر بيظال عندي ناقص اكس تربيع زاد اكس زاد اثنين يساوي سفر حلناها على الدستور فحص عوضوا ناقص واحد بعطينا سفر والاثنين بعطينا سفر اثنتين موجودات في مجال التعريف الدالة معرفة لكل اكس الدالة معرفة لكل اكس فما بشطب ولا جواب منه طيب تعال نكمل طبعا بنبني جدول ماشي بس بدي اكتب المشتقة انا مكفي عوض في البسط كمان مرة ناقص اكس تربيع زاد اكس زاد اثنين اللي هي افتاق لالاكس يساوي اثنين درب هذا الى القوة اثنين اكس طبعا المقام فيش حاجة عوض فيه ولا محل اثنين الاثنين موجود او كفي هذا بيقرر لي اش الاشارة تبعه المشتقة فعندي الناقص واحد انا مش راح اشرح الجدول اتعلمت كيف تبني جدول عندي ناقص واحد واثنين ما في خطوط تقارب عمودية لانه الدالة معرفة لكل اكس قبل الناقص واحد اخذنا ناقص اثنين بين الناقص واحد والاثنين اخذنا سفر وبعد الاثنين اخذنا ثلاث طبعا عوضنا في المشتقة تعال نعوض ناقص اثنين بس انا اذا ساوي واحدة وانتوا في الدار بتجاربوا البقيات تفحصوا الاجوب اذا صحيحة ولا لا اذا عوضنا ناقص اثنين انتبهوا ممنوع نغلط عندنا ناقص ناقص اثنين لكل تربية محل الاكس عوض ناقص اثنين زائد ناقص اثنين زائد اثنين طبعا هاي ما هاي بتشطب فبصير عندنا سالب اربع اللي هي سالب فاذا سالب هي تنازلية واذا موجب هي تساعدية هاي مينموم نقطة النهاية صغرى وبعدين اذا عوضنا ثلاث رح يطلع سالب هاي ماكسيموم اذا عندي نقطتين قصوى الاكس نون ناقص واحد هي مينموم واكس نون نقطة اثنين هي ماكسيموم تعالوا نشوف الان نقدر نجد الواي ولا لا سهل جدا اذا عوضنا ناقص واحد افل ناقص واحد رح يصير عندي ناقص واحد الكل تربيع ناقص اثنين على اي للقوة اثنين درب ناقص واحد فعمليا رح يصير عندي ناقص واحد على اي للقوة ناقص اثنين انتبهوا اي للقوة ناقص اثنين هي واحد على اي تربيع فرح تنعكس ورح نحصل على هذا الشيء كلكم بتعرفوا هذا الشيء اذا النقطة الاولى هي ناقص واحد وناقص اي للقوة اثنين ما شو هي سمنها مينموم نفس الشيء بعوض اثنين وبجد الواي افل الاثنين رح يصير عندي اثنين تربيع ناقص اثنين على اي للقوة اثنين درب اثنين اللي هي اربعة فرح يطلع عندي اثنين على اي للقوة اربعة وحتى لو واحد كتبها اثنين درب اي للقوة ناقص اربعة برطة صح مهم جدا اعرف اللي شره سالبه ولا موجب عشان الرسم طيب الان بيطلب مني نقطة تقاطع الرسم البياني للدلا اف لل اكس مع محور واي اذا مع محور واي حكينا منعوض اكس سفر عوضنا محالة اكس سفر اف للسفر يساوي سفر تربيع اللي� Hindus τις اثنين على اي للقوة customer ناقص اثنين على اي للقوة السفر قدش اي للقوة سفر واحد فبيطلع عندي ناقص اثنين على واحد اللي هي ناقص اثنين فبيطلع عندي ni 0 لاقص اثنين اذا نقطة التقاطع مع محور واي هي سفر وناقص اثنين طيب الان نقطة تقاطع الرسمي البياني للدل اف للا اكس مع المحور اكس طبعا بنسويها لسفر اذا بطلب الضرب تبادله بيروح ال اي للقوة اثنين اكس فبيطلع عندي اكس يساوي زائد ناقص جذر الاثنين صح جدا اكس تربيه يساوي اثنين وسوينا جذر انتبهوا هنا لان الدل معرفة لكل اكس ما بفحص اذا موجود في المجال ولا لا لكن اذا الدل مش معرف لكل اكس دائما لازم عينينا يكونينا على المجال رح ناخذ اسيلا قدام ان شاء الله اذا نقطات تقاطع مع المحور اكس هما ناقص جذر الاثنين والسفر وجذر الاثنين والسفر طيب رسم بياني تقريبيا للدل اف للا اكس انتبهوا كيف رسمناها اول شي عندي نقطتين تقاطع ناقص جذر الاثنين والسفر و جذر الاثنين والسفر ماشي في عندي نقطة مينموم اللي كانت ناقص واحد و ناقص اي تربيه طبعا في عندي نقطة مكس و كل ما ذاكرينه و قطع محور واي هنين ماشي الرسم سهل جدا هان قبل تنازلي وبعدين تصاعد وبعدين تنازلي طيب قبل لا اجعل قسم الاخير بدي اشرح شغلة مهمة جدا مع انهم ما طلبواه في السؤال ماشي اذا منلاحظ حسب الرسم في خط تقارب افقي عندما اكس يقترب من سالب ما لنهاية خط التقارب الافقي رح يكون واي ساوي سفر ماشي مهم جدا حسب الرسمة ابين خطوط التقارب الافقي العمودية ما في لنا لكل اكس و اذا منلاحظ لما اكس اكترب من موجب انسوف عفوا موجب انسوف ماشي لما اكس اكترب من موجب انسوف ما لنهاية رح نطلع عندي واي يساوي سفر لكن لما مينوس انسوف رح تكون لما لنهاية موجب ماشي طيب تعال ناخذ القسم الاخير من السؤال وهيك بنخلص درسنا لليوم طبعا رح نكمل قدام لأسئلة ثانية قالولي زي كذي بس اذكركم في قسم الاخير ماشي اش كان قالولي مرروا عبر النقطتين القصوتين للدال العمودين على المحور اكس جدي البعد بين العمودين مرروا عبر النقطتين القصوتين للدال العمودين على المحور اكس يعني من كل نقطة قصوى مرروا ايش عمود واحد عمودي على محور اكس واحد عمودي على محور اكس ماشي هاي تعال ندرسوا هني عمودي على محور اكس وهنا عمودي على محور اكس قالولي جدي البعد بين العمودين هذلا انتبهوا كيف انا بحسب بعد بين كيف انا بحسب بعد بين خطين متوازين ماشي تعال نتذكر في الهندسة التحليلية اذا بدي حسب بعد بين خطين متوازين لازم امد عمود اللي بعامد الخط الاول وايضا العمود اللي بعامد الخط الثاني يعني اللي بتلاحظوا ممر المشاء هو اكسر طريق موجود بين الرصفين فلذلك لازم يكون عمودي على الاول والعمودي على الثاني من الخط الغمودي على الاول جنة وهو هذا الخط الموجود على محور اكس اذا معادلات العمود النازل على محور اكس لاث برعة عمرت العظمى هي اكس يساوي اثنين يعني هنا يكون عنده اثنين ماشي وبهذا ليكون اكس يساوي ناقص واحد في اذا قديش مش هنا من اثنين لن ناقص واحد واحد واثنين ثلاثة او ممكن اقول اثنين ناقص ناقص واحد ويساوي ثلاث فمهم جدا نفهم كل شغلة في الأقصام الأخيرة لازم نفكر كمال مرة دائما في أسئلة البقروت الأقصام الأخيرة ما بتاخذ كتابة كثيرة تاخذ تفكير أكثر فمهم جدا يعني إذا عطوني خطين متوازيين هاي الخط الأول والخط الثاني وقلوا ليحسب البعد بين الخطين لازم الخط الواصل بينهن يكون عمود على الأول والعمود على الثاني الوحيد اللي هوها وسهل جدا على فكرة وحتى لو رسمته هني يكونوا متساويات فالبعد بين الخطين ها ظلها ثلاثة هيك احنا خلصنا بحث دالة لغ وإيه اخذنا مثال لغ وإيه رح ناخذ الدرس الجاي إن شاء الله بحث دالة إيه للقوائف للإكس ودالة لن أنا بديت من لغ أول شي لأن الطلاب مرة بيأخذوا منها شوية صعوبة ومعنها أسهل شي بتكون يعطيكم العافية شكرا على المتابعة استنونا الدرس الجاي إن شاء الله في تكملة بحث دواء القصية كان معكم الأستاذ خريل أبو كوش شكرا لكم إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى